اشتركوا في القناة وفي درسنا لهذا اليوم نريد أن نستقصي الخصائص الفيزيائية للمواد الشائعة مثل الطراوة والليونة وأيضاً نريد أن نصنف بعض المواد بحسب خصائصها وقبل أن نبدأ درسنا علينا أن نلتزم الهدوء ونشاهد درسنا ونستمع إلى ما يقال وكذلك نجلس جلسة صحيحة الأدوات اللازمة للدرس نحتاج إلى قلم وممحة وأيضاً نحتاج إلى كتاب العلوم لقد تعلمنا في درس سابق عن خصائص المواد فالمواد الطرية مثل الإسفنج والمواد القاسية مثل المعدن والمواد المرنة مثل المطاط ومن المواد الماصة للماء مثل الإسفنج ومن المواد العازلة للماء مثل البلاستيك فهذه هي خصائص المواد تعلمناها في درس سابق واليوم نريد أن نتعلم كيف يمكنني أن أستقصي المواد الطرية وأيضاً كيف يمكنني أن أستقصي المواد اللينة هيا فلنبدأ أولاً كيف يمكنني أن أكتشف أن المادة طرية والآن نريد أن نقوم بهذه التجربة البسيطة لنتعرف أن هذه المواد طرية أم غير طرية لدينا إسفنجة ولدينا كوب بلاستيكي ولدينا جوارب عندما نقوم بالضغط على الإسفنجة وعلى الكوب وعلى الجوارب نكتشف أنها طرية وبكل سهولة قمنا بالضغط عليها فعندما ضغطنا على هذه الإسفنجة أصبحت أصغر حجماً إذن هذه مادة طرية لقد ضغطنا عليها بكل سهولة وأيضاً أصبح حجمها أصغر مما كانت عليه قبل ضغطها ولهذا نسميها مادة طرية إذن أصبحت هذه المواد أصغر حجماً مما كانت عليه قبل الضغط وبهذا تكون هذه المواد طرية إذن نلاحظ أن هذه المواد ليست طرية فالمكاعب الخشبي لم يتغير شكله وأيضاً الحجر لم يتغير شكله والمعدن بقي كما هو إذن هذه المواد ليست طرية لأننا لا يمكن ضغطها بكل سهولة وأيضاً لم يتغير عرضها بعدما تم ضغطها فهذه ليست طرية إذن المادة طرية يمكن ضغطها بكل سهولة وأيضاً المادة الذي يقل ويصغر عرضها عند ضغطها تسمى مادة طرية وأيضاً نحن نستخدم المواد الطرية بشكل يومي في حياتنا فنحن نستخدم المنشفاء والكنزة القطنية وأيضاً الوسادة فهذه المواد مصنوعة من مواد طرية والآن حان الوقت للسؤال السؤال يقول اختر الإجابة الصحيحة أي الخصائص الآزية تنطبق على الإسفنجة؟ هل هي قاسية أم طرية أم لامعة أم شفافة؟ فلنختر الإجابة الصحيحة إنها طرية أحسنتم الإسفنجة طرية إنها إجابة صحيحة أنتم رائعون والآن فلننتقل إلى موضوع آخر كيف يمكنني أن أكتشف أن المادة لينة؟ انظروا إلى هذه المواد نحتاج إلى بطاقة بلاستيكية ونحتاج إلى ممحة وأيضاً نحتاج إلى مصطر خشب قمنا في هذه التجربة في ثني هذه المواد فعندما قمنا بثني البطاقة أصبحت في هذا الشكل وأيضاً عندما قمنا بثني الممحة أصبحت بهذا الشكل وقمنا بثني المصطر الخشبية فإنها لن تنثني والآن نريد أن ندون نتيجة الاختبار أو التجربة التي قمنا بها أدون اسم المادة في العامود المناسب مادة لينة ومادة صلبة فالممحة من المادة اللينة والبطاقة البلاستيكية من المادة اللينة والمصطر الخشب هي مادة صلبة نستنتج من ذلك أن المادة التي تنثني عند الضغط عليها من طرفيها تسمى مادة لينة مثل المطاط ومثل الكوب البلاستيكي فهنالك أيضاً مواد بلاستيكية لا يمكن ثنيها بكل سهولة وأيضاً نستنتج أن المادة التي لا تنثني عند الضغط عليها من طرفيها تسمى مادة صلبة مثل المعدن ومثل الخشب فهذه مادة صلبة والآن حان الوقت للسؤال السؤال يقول أضع إشارة صح على المواد اللينة انظروا جيداً إلى هذه الصور واختاروا المادة اللينة أحسنتم شريط بلاستيكي إنه لين وأيضاً قلم مطاطي فهو لين وأيضاً أي من هذه المواد لينة؟ أحسنتم خيط من الصوف إنه لين وأيضاً الخرطوم البلاستيكي فهذه مواد لينة إجابات صحيحة أحسنتم إذن تعلمنا في هذا الدرس أن المواد الطرية يمكن ضغطها بكل سهولة مثل المنشفة وأيضاً تعلمنا أن المواد اللينة تنثني عند الضغط عليها من الطرفين مثل الممحة وأيضاً تعلمنا أن المواد الصلبة لا تنثني عند الضغط عليها من الطرفين مثل المصطر الخشب وبهذا يكون درسنا قد انتهى أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم إلى اللقاء دمتم بخير وسعادة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة